في الجميلة ختام هذا المهرجان المميز الجميل هنا وشارت جائزة الكبرى التي انطلقت هنا على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الرائعة في هذه التحديات الذي دارت الرحاة بين أيضا هجن أصحاب السمو الشوق وهجن أبناء القبائل في منافسات مشرفة في نيل الفوز والناموس ضمن هذه أيضا الجائزة الغالية على قلوب الجميع جائزة زايد الكبرى هنا التي انطلقت على أرضية هذا الميدان تابع مسيرة شوط الختام وشوطنا العاشر الخاص هنا أيضا بالحول المهجنات الأصائل بنهجني أصحاب السمو الشوق المنطلقات بالتحدي المنطلقات بالإثارة المنطلقات بالأداء المميز الجميل شكرا 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 لأصحاب السمو الشوق شكرا لداعمين الرسميين لهذه الجائزة الكبرى تكرن أيضا للمتابعين أيضا خلف هذه أيضا المكارم دائما وأبدا نتابع هذه المجريات نتابع صدارة نتابع الشاهنية من تفتح الصدارة على مقدمة هذا الشوط من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري من تنطلق على صدارة وعلى المركز الأول الوثبة من تاتينا على ثاني المراكز من هجن الرئاسة بقيادة علي بن جمي اللوهيبي هناك أيضا العين لسمو الشق ذياب بن محمد بن زايد آل انهيان بقيادة محفوظ بن قميس لينيبي في الانطلاق تاتي مرمو هناك الشاهنية في المركز الرابع من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المنطلقة على المركز الرابع وفي المركز الخامس أرأت تسل المشاهدين ومتابعين الكرون بهذا الانطلاق الجميل والتحدي هنا الشاهنية من هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مائد لخيلي في تضميرها من انطلقت بهذه التحديات الجميلة وهناك أيضا التسللات الممتازة هنا بهذا الاداء الجميل هنا المركز السادس تأتي مرموغة من هجن الرئاسة وعلي بن يبي اللوهيبي في تضميرها من تنطلق هنا على المركز هذه اللحظات هنا السادس ولكن أرى التسلل التسلل هنا من مهابة لسمو الشيخ زايد بن المرب المكتوم المكتوم يضمرها حمد بن علي لعويسي من تنطلق سادسا مرموغة سابعا من هجن الرئاسة مع علي بن يبي اللوهيبي المركز الثامن ريمة ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم ضمرها أحمد بن سطان بن رشيد هي القادمة على المركز الثامن المركز التاسع تأتينا الحذرة من هجن الرئاسة اسهل بن أحمد بن تريل فلاحي في تضميرها المنطلقة هنا على تاسع مراكزنا والمركز العاشر تأتينا بهذا الانطلاق المميز الجميل الضبي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم وفي تضميرها هنا أيضا أحمد بن سطان بن رشيد السويدي هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا الأداء والتحدي والإثارة مشاهدين ومتابعين الكرام نعود إلى الشاهينية على صدارة الشاهينية على المقدمة على المركز الأول من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري على صدارة على المقدمة هنا المستحيل من يقدم الشاهينية بهذا الانطلاق المميز الجميل على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني وتأتي الوثبة على المركز الثاني الوثبة من هجن الرئاسة مع علي بن إيميل اللوهيبي والشاهينية من الجانب الآخر من هيقنا الرئاسة هنا أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميرها وعلى المركز الرابع الشهينية على المركز الرابع من هيقنا الرئاسة هنا أحمد بمطار بمايد الخيري في تضمير وعلى المركز الخامس تنطلق مهابة لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم أيضا مرها حمد بن علي لأويسي المركز السادس العين لسمو الشيخ الزياب بن محمد بن زايد الانهيان محفوظ بن خميس في نيبي في تضميرها هنا المنطلق على المركز السادس في ختام هذه الأمسية الجميلة على أرضية هذا الميدان وفي ختام هذه الجائزة جائزة زايد الكبرى هنا على أرضية ميدان الوثبة المركز السابع مرموقة تاتين على المركز السابع هنا المنطلقة بهذا الأداء الجميلة من هجنة الرئاسة يتابعها في التضمير علي بن يميل لوهيبي وتأتي ناري هنا بهذا الانطلاق ريمة ثموشيق حمدان بن راشد بن سعد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير ريمة على المركز الثامن المركز التاسع هو المنطلق الحذرة على المركز التاسع من هجنة الرئاسة هنا يضمرها أسهيل بن حمد بن تري الفلاحي والمركز العاشر الضبي ثموشيق حمدان بن راشد بن سعد المكتوم يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد من تنطلق على عاشر المراكز هذه هي نتائقنا للمراكز العشرة الأولى هذا الانطلاق والتحدي المميز الجميل لنا عودة إلى صدارة لنا عودة إلى المقدمة لنا عودة إلى صدارة هذا الشوط وإن سألت عن موقعنا في الإعراب الميداني فها نحن جاوزنا الثلاثة كيلومترات جاوزنا هنا مضيق العبور هنا جسر العبور من جاوزنا في هذه اللحظات هذه التحفة المعمارية المتميزة هنا ليست يتميز بها هذا الميدان هنا إذن الشهينية هي المسيطرة على زمام الأمور المسيطرة على صدارة المسيطرة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط الشهينية من هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من ينطلق هنا بالشهينية على صدارة وعلى المقدمة أسد الوثبة ينطلق بأداء مميز جميل مهابة قادمة مهابة قادمة على المركز الثاني هنا لسمو شيخ زايد بن المرب مكتوم بن جمعة آه المكتوم وفي المتابعة هنا أيضا والتضمير في هذا الانطلاق المميز حمد بن علي لعويسي من يتابعها في التضمير والانطلاق المميز الجميل أما على المركز الثالث الوصول هنا من الوثبة الواثبة على المركز الثالث هنا من هجن الرئاسة مع الضافر علي بن يمي اللوهيبي الشهينية قادمة على المركز الرابع من هجن الرئاسة يتابعها المهنة أيضا ابن منازف المجازف محمد بن عتيق مزيتون المهيري والشهينية مع الفيلسوف قادمة أيضا هنا من هجن الرئاسة أحمد بن مطر بمايد لخيالي في تضميرها سادس مراكزنا مرموغة المنطلقة هنا من هجن الرئاسة وبقيادة المضمر أبو الجمايل هنا علي بن يمي اللوهيبي الثافر يطلق العنانة هنا أيضا بتحدي مميز لمقاتلة أخرى للبحث عن الفوز وعن ناموس أما العين فتأتينا على المركز السابع العين لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد أل الهيان أيضا مرهز زعيم محفوظ بن الخميس لنيبي وفي المركز الثامن هناك القدوم هنا في هذه اللحظات ريمة ريمة القادمة لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم أيضا مرهز الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي والكايدة الكايدة من هجن الرئاسة مع علي بن يمي اللوهيبي وصلت الشاهينية الأخرى على المركز العاشر هنا من تنطلق في هذه اللحظات لجن الرئاسة أحمد بن مطالب ومعلي الدخياني في تضميرها إذن هذه هي النتائج النتائج للمراقز العشرة الأولى لنا عودة إلى الصدارة لنا عودة إلى المقدمة نعود نعود مشاهدين الكرام إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود هنا إلى مقدمة هذا الشهوط إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول بعد أن جاوزنا كيلو متر الأخير وهنا الانطلاق هنا التحدي من الشاهينية والوثبة الشاهينية والوثبة في تحدي مميز جميل هنا بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مشاهدين الكرام الشاهينية والوثبة الشاهينية والوثبة في تحدي مميز جميل بحثا عن شوط الختام شوط ختام هذه الأمسية التراثية الجميل الله رئاسية 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 هنا 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 انطلاقة ولا اروع انطلاقة بتحدي مميز جميل هنا للوثبة في عاصمة الميادين وميدان الوثبة تنطلق الوثبة بالفوز تنطلق بالنموس هنا والتحدي والاثارة هنا لهيقنا الرئاسة بقيادة الظافر علي بن مي اللوهيبي ريمة قادمة سلمشيك حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع الخطيرة احمد بن سلطان بن رشيد ولكن هذا الشعار من يفتتع هذه الامسية التراثية الجميلة ويختمها هنا على ارضية هذا الميدان ايضا شعار هيقنا الرئاسة وشعار الظافر علي بن مي اللوهيبي هنا من وصلت على المركز الاولين في المركز الثاني سلمشيك حمدان بن راشد بن سعد المكتوم في المركز الثالث هناك من وصلت مشاهدين الكرام على المركز الثالث الشاهينية من هيقنا الرئاسة مع ايضا المستحيل وفي المركز الرابعة تتنظبي سلمشيك حمدان بن راشد بن سعد المكتوم والشاهينية في المركز الخامس من هيقنا الرئاسة هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى دعناها على حضاراتكم هنا ثلاثة دقيقة خمس ثواني تسعة من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي شجلتها الوثبة تهانينا لهجنا الرئاسة تهانينا للمضمر علي بنيمي اللوهيبي من أختم هذه الأمسية الجميلة بداية وختاما بينما المركز الثاني كان من نصيب ريمة سمشق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة القطير أحمد بن سلطان بن رشيد قاطعة المسافة في فترة زمنية ثلاثة دقيقة سبع ثواني ثلاثة من الأجزاء من الثانية هو توقيتها الزمني أما المركز الثالث كان هناك أيضا الوصول من الشاهينية من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المزهوري منادتنا على المركز الثالث قاطعة المسافة الثمانية كيلومترات في ثلاثة دقيقة عشر ثواني جزئين من الثانية هذه هي الشاهينية وهذا هو شوط الختام وإلى ملقصها